مرحبا بكم في فيديو جديد قبل ما نبدو الفيديو صلى الله عليه وسلم ونبدو الفيديو بتاعنا بالنسبة لليوم باش نحاولو نحكو شوية على سيرفيرات معنا موجودة فاها تاعك عيك في بضعة دول معنا مهمش معنا موش سيرفير واحد برشة سيرفيرات باش نحاول نحكي عليهم كما نقولو ديما نلخص لكم الاحداث اللي فاها شوية تاعك عيك انا كنت نجم تنطر بها التوباب اما جيزته سعباء كما ديما نقول لكم في فيديوهات يفهمتني يا راي الاب غالوري يجزمها وسعباء الخوية الباي باش نجم تربح منها اوكي بالنسبة للحداث انتعالي يوم باش نحاول نحكي لكم على دولة فرنسا مانا تمشي للاعدادات تحط لا فرنسا فهمتني ولا ونمشو للحداث اللي هو في المرتبة الثالثة كما تشوفوا ما عليك نتعمل عليه النقرة خفيفة فريفة ونستنو لين يتحلم معنا الحدث اوكي باي اه بالنسبة للحداث نتصور الناس كلها معنا تعرف الشي هذا معنا تعرف كيف يش تحمل تطبيق تعرف كيف يش تعمل خطر فهمها ناس تقول لي ما فهمت حد شي ما نعرفش شنو ما فهموش يمكن يزم تكلم باللغة العربية يمكن من دول معناها اه صديقة فهمتني ولا لا ما يفهموش اللغة التونسية اوكي بالنسبة للتزيري ومغاربة ومصارة برشة مصارة معنا يفهموا اللغة التونسية اوكي بالنسبة للحداث الحدث هذا موجود في دولة فرنسا معناها سعلى عن الاخر تدخل للحداث تحمل التطبيقات بعد تعمل التلف العجلة اذية فهمتني ولا لا بالنسبة للعجلة هذي معناها تنجم تربح فيها البي كارونت الهاتف ولا الساعة ولا السماعات ولا الضيكة ولا الى غير ذلك وحنا حاجتنا كان بالهواوي بنقاط الهواوي يعنا كما تشوفوا عالنا نقاط الهواوي النجم ونربحوها في الحدث هذا اوكي بالنسبة للحداث الذهaggio في دولة فرنسا يراهرك ايه معناها يطايش مشم يجب ان يبدأ بي 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 لكم ارى مقوى وبهين ويعاونوكم على الاخر. اللي عنده بي سي معناه ينجم يخدم بالبروكسي. بروكسي معناها راو حاجة قوية على الاخر. تشارشي معناها في الانترنت على البروكسيات وتحديل بالبروكسي وتعاكعك واحدك جو كبير. هذا بالنسبة لدولة فرنسا. بالنسبة للوقت معناها اللوقات تأسر في الديما لمضي ساعة وإلى الخمسة انتال عشية. هذا بالنسبة للوقت سالة على الاخر تحمل تطبيقاتك وتتدور. باي بالنسبة بالنسبة لفرنسا مزال معنا حدث اخر اللي هو في البيتل سارش. بالنسبة لابد المطارش في البيتل سارش. تكتب في الريشارش جيست بيتل سارش. وباش تطلع لك البيتل سارش. مشك محملها معليك كان تحملها اخويا البيعي. ومبعد تعمل اوفرير. بالنسبة لبيتل سارش تحب تحل معناها مثلا بيتل سارش على فرنسا. ما تتحلكش اذا كان عندك كونت قديم وهو حولته لفرنسا. يجبك تعمل كونت أب غالوري. نسفر في دولة فرنسا. ومبعد تمشي تحل البيتل سارش. بتو تتحل معك طول طول. باي بالنسبة للحدث كما شفتوا معناها معليك كان تحبت شوي لوتا. بعد التحل والحدث ما يتحل ?" وكان كيتخدم ويستخدم في بين معناها مصفر هذا الفرنسا على دولة فرنسا. ، ومثل في رومانيا ،في المانيا ،فهما في بارشة للحدث هذا . مليك يتحل العظم على كل. كونت معناها اتحل اه على كل كونت معناها يعطيك تكسر العظمة كما تشوفو انا كسرت العظمة من ربحت كان الشعر خمتني او لا هذا بالنسبة للحدث اللي موجود في البيتل سيرش او موجود في بارشة دول كما شفتم معناها انا كملت الشرحة الحدث والااا اتسكر اوكي اذا بالنسبة للحدث اللي موجود في معظم الدول اللي اه يحكوا لها معناها العباد اه بالنسبة للحدث اللي مبعد واللي هو معناها فيه تعقائك بالحق معناها براس كبارشة الناس معناها قاعدة تربح منه قاعدين يربحوا منه معناها وعلى الساعة اه بتاو نقول لكم معناها دي جاو الساعة لحظة بركة نبدلوا السيرفر للدولة الجابون اي نعم دولة الجابون اوكي تواني نبدلوا السيرفر اوكي بالنسبة العباد اللي ما هيش موجودة في الدسكورد خليني نستغل الفرصة ونقول لكم انضموا معنا في مبني اه للدسكورد متاعنا اخويا ومرحبا بيكم ربط الدسكورد معنا اتو تلقوا في الوصف اذا كان معناها تحب تستفيد باي حكاية راية موجودة في الدسكورد اخويا البيعي نجموا نعاونوك نجموا مثلا عندك سؤال اه يجي نجاوبوك جاوكي باي اخويا ولكلنا اخوة ولكلنا وخيال معنا هذي اهم حاجة يجب تكون موجودة في الدسكورد الناس الكلة اخوة ونس الكلة ارجال مع بعضها اخويا البيعي اذا كان فما انسان بايش يكون للي ريامار انا بايش نعطوه بان فهمتني بالدسكورد وراه ماذا بيه ما نعطي البان لحتى حده ماذا بيه الناس كلنا بقوا معهم اخوة واصحاب فهمتني اما زادا اللي وصل روحه اخويا اللي يوليها ربي باي بالنسبة لدولة الجابون كي ما تشوفوا بالنسبة للحدث الحدث هو معناها طيارة على الاخر مزيان كي ما شفتم معناها الحدث بكله ازرق فهمتني او لا باي بالنسبة للبارتية ذي الكنيكسيونة عندي طابة شوي ايه للتطبيقات ظهرت تحمل التطبيقات انتاك عنا بارشة تطبيقات وتحق الورقة شمعناها تحق الورقة معناها اوكي باي بالنسبة للتطبيقات تحمل التطبيقات كي ما قلنا باي عنا لهنا فهمتني المربيح كيفاش المربيح في دولة الجابون عندك الكوبون بو 30 معناها راو هو ليتصب الكوبونة بو خمسين وبو مياه و الى غير ذلك اظهكم راو ما يتصبوش عندك البو 30 اربع مرات معناها اربع كودات تتصب لك اين دولار سهلة على الاخر تنجم طياحة في ليلة واحدة فقط ما عليك كانت تعمل اربع كونتات تحمل تطبيقات تك تك ريجل الدنيا خوية الباهي وتدور في الجابون تحق الورقة فهمتني ولا ومبعد تربح تحق وجه الاب غالوري فهمتني ولا الى ان الى ان نفرقعوها السرفير كي ما تعرفوا معناها ديما نفرقوا في سرفيرات احنا فهمتني ولا اه شباب هاك نكون معناها شرحت لكم الموجود تقريبا معنا الحاجات التنجم تعاونكم ما تبخلوش علينا باللايك افهمتني ولا اذا كان معنا عايش بك الفيديو اذا كان ما عايش بكش الفيديو ازاد اعمل لايك وشكرا شباب ان ذه كان كنت معنا في الكناة متى تبخلوش عاديها متى تبخلونا متى تبخلوش علينا مش تابع المليب وشكرا باي باي اكرر ملان ا selfies شكرا